يستبعد أقطاب المعارضة الكردية الإيرانية في العراق أي أمكانية لتغيير طهران سياساتها إزاء معارضيها عموما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى هجري يعتبر انتخابات الرئاسة الإيرانية مجرد ديكور لتجميل صورة النظام أمام الرأي العام العالمي أما خيوط السياسة وإدارة دفة الحكم فيمسك بهما المرشد الأعلى علي خامناء بقبضة من حديد فوز أي مرشح من المتنافسين على الرئاسة الإيرانية لن يكون ذا تأثير على الأوضاع الراهنة في البلاد لأنهما مكلفان بتنفيذ أجندة المرشد الأعلى علي خامناء الذي يمسك بخيوط السياسة الداخلية والخارجية وإدارة دفة الحكم بقبضة من حديد ولا نتوقع أي تغيير في سياسات النظام تجاه المعارضة الكردية الأحساب المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مع قلالها حثت أنصارها في الداخل الإيراني على مقاطعة انتخابات الرئاسة كأحد أساليب المقاومة ضد النظام مرشح النظام لمنصب الرئاسة ومعظم رموز النظام ليسوا جديرين بأصوات الناخبين الأكراد بل ينبغي محاكمتهم على جرائمهم ضد الشعب الكردي لذا فإننا نتوقع أن يواصل النظام سياساته العدائية ضد المعارضة الكردية والإيرانية عموما بل ويكفف ضغوطه علينا لأنه يسعى بكل إمكاناته للقضاء على كل أشكال المعارضة لا سيما إذا استمر المجتمع الدولي في اتخاذ جانب الصمت حيال سياسات طهران وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد تعهد فور تسنمه رئاسة البلاد بالقضاء المبرم على المعارضة الكردية خلال فترة ولايته وبصرف النظر عمن سيتولى الرئاسة الإيرانية في المرحلة القادمة فإن المعارضة الكردية تجزم بأن سياسات طهران حيال قوى المعارضة عموما سوف لن تشهد أي تغيير يذكر هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل ترجمة نانسي قنقر